بعد ثلاثة أشهر على بدء عملية استعادة سرط من قبضة مسلحي تنظيم داعش أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية السيطرة على 70% من المدينة ومن ضمنها مقر قيارة التنظيم في مجمع واقاداغو للمؤتمرات والمقرات الحكومية ومستشفى ابن سينا وجامعة سرط المتحدث باسم العملية العميد محمد الغصري أخبر وكالة الصحافة الفرنسية أن المعركة في سرط وصلت إلى مرحلتها نهائية لكن ما زالت هناك الأحياء السكنية واحد واثنان وثلاثة إضافة إلى مجمع القصور على البحر التي تعمل القوات الموالية للحكومة على بسط سيطرتها عليها التقدم الذي حققته هذه القوات بمساندة ضربات جوية أمريكية منذ بداية الشهر الجاري بعد طلب من حكومة الوفاق تباطأ بعد حين جراء نيران القناصة والتفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة التي لجأ إليها مسلح داعش ويرى مراقبون أن خسارة السرط ستكون انتكاسة كبيرة لداعش الذي يواجه ضغوطا في سوريا والعراق وأنها ستمنح تعزيزا للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة